أول سؤال مع بعض هل الحجامة مؤلمة؟ وزي ما بقول لحضرتك من حقك أن أنت تتخوف ومن حقك أن أنت تخاف من مشرة ويعني كتير جدا يقول لي أنت مش هتخدرني والموضوع مش عايز تخدير والموضوع أقل بكثير وأصغر بكثير وأسهل بكثير من نحن نخدر ده أنا أخدرك هيؤلم أكتر من الحجامة نفسها يعني الإبرة بتاعت التخدير اللي أنت عايزها دي تؤلمك أكتر من الحجامة ذاتها إيه ده معقولة الكلام ده؟ الحجامة الطبية وكما ذكرت لحضرتكم من قبل لما نتناولها إحنا بنتناولها بطريقة طبية تشريحية دي نقطة مهمة أوي طريقة طبية تشريحية يعني إيه؟ أنا هدي مثال لحضرتك صغير أوي حضرتك هذه الجزء من الكف الجزء ده من الكف الجزء اللي هو ده اضغط عليه كده مفيش ألم اضغط عليه من هنا مفيش ألم اضغط عليه من النص كده في ألم صح؟ تاني أنا دي لك بس حتة تشريحية إزاي إحنا بنعرف أماكن الألم وإزاي إحنا بنعمل حجامة بدون ألم وبنعمل حجامة بدون أي أثر جانبي لأن إحنا درسين التشريح عارفيني الجسم ده من أول والآخر هو ماشي إزاي سبحان الله وعمل إزاي الجزء ده من كف اليد ظهر كف اليد هذه العظمة السلامية دي اضغط عليها من هنا كده اضغط جامد معي هوات مفيش ألم اضغط هنا جامد مفيش ألم اضغط في النص كده آه فيه ألم صح؟ وبالتالي يعني النقطة دي أنا هنصحكم نصيحة هدية مني ليكم لو حد عنده صدع زي حالتي كده كنت مصدع قبل الحلقة شوية نقل إن دلك المنطقة المؤلمة دي هتقلمك دلكها شوية دلكها دلكها كده باستمرار النحيا دي والنحيا دي هتجد الألم فعلا ابتدى إن هو ينسحب وابتدى إن هو فعلا يضيع بصورة كويسة جدا دي نقطة صينية من الطب الصيني بتعالج الألم ومسكينة للألم أنا بوري النقطة دي لحضرتك لسبب عشان تعرف إن الطبيب يعرف كل سنتيمتر بالملي متر في جسمك عامل إزاي وماشي إزاي وماشي فيه إيه وبيغزي إيه وخرج منه إيه ورايح منه فيه وجاي منين الطب ليس بالسهولة التي يتخيلها من يتحدث عنه الطب إحنا بنقعد سبع سنوات ندرس وما بيتكفيش نقعد بعدها ثلاث سنين وست سنين عشان الماجستير والدكتوراه وما بيكفيش نقعد طول عمرنا نقرأ لإن بتتحدث كل شوية حاجة جديدة وكل شوية تغيير في حاجات لازم نواكب هذا التغيير في جسم الإنسان وده سبحان الله يعني مصداقا للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما أتيتم من العلم إلا قليلة إلى يوم الدين إلى يوم الدين هذه الآية خالدة إلى يوم الدين وما أتيتم من العلم إلا قليلة سبحان الله لسه نعرف كتير ولسه المستحيلات هتتحل إن شاء الله برحمة الله سبحانه وتعالى وكما ذكرت كثيرا لحضراتكم أن الطب جزء من الرحمة المهدى من الله عز وجل على الأرض للإنسان وبالتالي دايما الجديد لازم نكون مواكبينه ودايما الطب في دراسة مستديمة يعني أولادي أقول أنت لسه بتذاكر يا بابي آه لسه بتذاكر وهقعد أذاكر وهذاكر وهذاكر ما ينفعش إن أنا أقول خلاص أنا معي اتنين دكتورايب أكيد لا خالص خالص هي جد جديد وهيتغير حاجات إحنا درسناها وهتيجي حاجات أجدد منها وهتيجي آليات أجدد منها وهتيجي إحداثيات أجدد منها ودراسات أحدث منها وبالتالي لابد للطبيب أن يعي تماما إن هو على طول الكتاب بتاعه مفتوح على طول الكتاب بتاعه مفتوح على طول الكتاب بيتجدد والعلم بيتجدد وده رحمة من الله سبحانه وتعالى هرجح لسؤالي تاني هل الحجام مؤلمة لا مش مؤلمة خالص خالص الحمد لله رب العالمين